المبادرة الإيرانية هل تعتقد بأنها تشكل خرقا في مسار الأحداث منذ أربع سنوات ونيف وهل يمكن أن تعقد أمال عليها؟ في الحقيقة هي خلاصة خرق لا تشكل بحد ذاتها خرقا ولكنها خلاصة تفاعلات جرت وتجري خلال الشهرين الماضيين وأدت إلى كسر الجمود في العلاقات السعودية السورية وزيارة أصبحت معروفة لللواء علي مملوك إلى الرياض واللقاء مع محمد بن سلمان وأعتقد أن هذا فتح بابا أساسيا لتفاهمات لاحقة وجدناها تحدث في الدوحة أمس هناك مناخ إقليمي للحل الأهم من ذلك أن هذه المبادرة الإيرانية من الواضح أنها تسير ليس فقط بالتوافق مع الروس والسوريين وإنما أيضا مع الأمريكيين اليوم علمنا أن المباحثات الأمريكية السورية بدأت صحيح أنها بدأت على مستوى منخفض لكن أولا تخطط الوسطاء وخصوصا الوسطاء العراقية وأصبحت مباشرة ثانيا أنها تخطط البعد الأمني فهي لا تحدث بين أجهزة المقابرات وإنما بين دبلوماسيين من الخارجية الأمريكية ودبلوماسيين سوريين مثير للانتباه أن وزير الخارجية الأمريكية جون كيري بينما يقول بأنه لا مستقبل للرئيس بشار الأسد في الحل السياسي في سوريا يقوم مبعوثوه ومرؤسوه باللقاء مع مسؤولين سوريين من سياسيين سوريين وهناك نقاط للتفاهم أصبحت تمارس على الأرض